موسيقى أول شيء سعيد الأستضافة الجميلة ومشكرين وما قصرت أعطيكم العافية ألا ما تقدمونه نحن اليوم نصلت الضوء على أحد الشخصيات البارزة في وسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل التي أصبحت مدخل لكل شخص في المجتمع يمكن أن تصل فكرة توصلها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي توصل أكثر من التلفزيون أو الإذاعة أو غيرها فدخول الأخ خالد لهذا المجال دخولي بسلسة طبعا أنا مختفي عن الساحة تقريبا ما يقارب أربع سنوات كنت أمر بأزمة وسبحان الله دائما يقول رب العالمين يعني كل ما ضاقت يعني فرجت فهي الأزمة هاي خلتني تنطلق من سنتين تقريبا كانوا يعلموني على الواتساب من سنتين وبعدين بدت اللي هي الأحداث الثالية يعلموني على الإستقرام بعدين دخلت عالم السناب شات عن طريق أخوي فقال أنا فعال أكثر في السناب شات أنا فعال أكثر في السناب شات فبعدين أخوي في برنامج قال اسم سناب شات أعلمك عليه ومن هنا كانت بدايتي وانطلاقتي طبعا أوجه لتحية أخوي هو ما قصر يعني كان في سبب رئيسي في دخلك هذا المجال نعم ياسر أعطي دائما مشكورة قلها دائما دائما في أي لقاء أشكر لأنه كان سبب رئيسي نعم وجميل نحن دائما نذكر الأشخاص نشكر الأشخاص اللي دائما يكونوا سبب في دفعنا لإنجاح أكيد وبدأت انطلاقتي طبعا فكانت فكرتي أنا طبعا في البداية ما تقبلت البرنامج تم عندي أسبوع على طول لغيته ما السبب السبب لأن أخوي منزل لي ضاف أخواني وأخواتي فقال لي تابع شي قدمون لأنه قال لي مثل يوميات تقدمها حق الناس تتابع يومياتك ما عيبتني المواضيع التي يطرحونها والأفكار تعرفين الحين حاليا وما زلنا نعاني منها التي يصور لي أكل يصور لي مش عارف شو يصور لي أشياء غير مفيدة غير مفيدة بالنسبة لي ما فيها فايدة فلغيته فرده ثاني مرة نزل لي يا عناد فيني قال لي كيفك لازم تتابع يومياتنا فبديت أنا هني أفكر كيف أني أفيد الناس أو الموجودين عندي من وراها البرنامج عندي تستخدمها بالطريقة الصحية صحيح نعم فبديت أول شي أني أثبت أنا تواجدي قدام الموبايل نفس ما أنتوا كيف قدام الكاميرا متواجدين كيف أني أول شي أبرز نف فبعدين ياتني فكرة التي هي طرح أسئلة فبديت أمسك الموبايل وأسأل السؤال وأرسله حق الموجودين عندي من راح يشاركني أو يجاوب فمثلا أختي تقول أنا بشارك معاك أو أخوي فاللي شارك أنا صورة طبعا لا تصور لا تصور فياتني طبعا انتقادات انتقادات لين وصلوا مرحلة تقبلوا أن أسناب خالد أسئلة حلو فيوم يشوفوني ها شو سؤال اليوم فمن هنا بعدين أنا بديت أنزل الشارع هذه الفكرة الغريبة التي شوي يمكن لقيت عليها بعض التعليقات أو أن يمكن الناس دائما الشيء يمكن أنه ما يتقبلون بسهولة لكن يخضون وقت حتى يتقبلون وبالتالي يصير فيه إقبال على هذه الفكرة أكيد هي فنزلت الشارع أنا من نوع الجريء يعني في نجر أني أقدر أوقف شباب وبنات أعرفهم باسمي وأقول لهم عندي سؤال ممكن شاركوني في السؤال كيف السؤال أو في أي برنامج أقول لهم في السنابشات بعضهم يتقبلون لكن كانت طريقة كيف أمتص الشخص الذي قدامي يجعله يجذب ويحاول أن يشترك فكنت مجهز أسئلة تلفت انتباه الشخص يفكر فيها صح ما الجواب هذا فبعدين يبدأ يقول لي ما هو السؤال فأسأله السؤال المجهز لنا فبدأوا من هنا يأخذون سنابي فبدأ سنابي انتشر بين الناس لدرجة أنه حتى وصلتني مقولة قالوا في واحد اسم خالد السناني في المولات مينون يسأل الناس أسأله فاتقبلناها الفكرة عادي وما زلت مستمر كيف تقبلتها وكيف حاولت أنك توصل للفكرة الصحيحة للمنتقدم هي إرادة كل واحد أنا عارف أني ما أغلط ما أسوي شيء غلط عارف أني أستخدمني في الشيء المفيد صحيح فاستمرنا من قناة سكاي نيوز عربية ووجههم بعد تحية لأنهم كانوا في الأساس من بداية انطلاقتي فعندهم كان فعالية فقالوا لي خالد السناني ممكن نتشرفنا كظيف فقلت لهم إن شاء الله تواصلوا معي وحضرنا هناك ومن هناك بعدين بدأت انطلاقتي التي التقيت بالإعلاميين والفنانيين والمطربين واللاعبين الكرة وبدأنا كل واحد ينشر حساب الثاني ومن هناك انطلاقتي كانت لك انطلاقة نعم نحن نقدر نقول أيضا كل شخص خلف وسائل التواصل الاجتماعي أو خلف السناب تات تحديدا نحن نقدر نقول أنه أيضا شخص في جزء من الإعلام هو قاعد يوصل رسالة معينة وانت اتخذ السناب تات حتى أنك توصل فائدة معينة للمجتمع فكانت لك هذه الانطلاقة انطلاقا أيضا كانت لك بعض الفعاليات التي تحضرها بعض الإيفنتات نقدر نقول فمشاركتك بالنسبة لك في هذه الفعاليات ما هي الإضافة التي تضيفها لك كمستخدم لك سناب تات كشخص تحب توصل الأفكار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في البداية الفعاليات أنا انشهرت أكثر شيء أني داعم للمشاريع الإماراتية ولله الحمد توفيق من رب العالمين طلعنا مجلة اسمها مجلة وينه هي مجلة دعائية إعلانية تسويقية خصصنا فيها صفحات خاصة لأصحاب المشاريع تعرفين أن عنده مشروع صعب أن يطلع في مجلة في تلفزيون صحيح لكن توفيق من رب العالمين خصصنا لهم هذه الفكرة فكرتها كانت أن تعرفين حاليا مثلا أنت عندتش محل أو عندتش مشروع مشروع معين فتحتاجين دعم خالد السناني أن يسوق لك عن طريق السناب شات صحيح تتواصل مالك وحطها في المجلة ووزعها في الإمارات حلو والناس تتابعك ووضيف سنابك أو حسابك وتتواصل معك وانت تسابق عمرك فكانت هذه بالنسبة لي فكرة جميلة وحاولنا أن نفيد فيها أصحاب المشاريع ما الذي يجعلك ممكن تقدم عن مثل هذه الأفكار يعني أخ خالد هل حب إفادة الآخرين يعني أنت بدأت السناب أنك توصل أفكار للناس توصل فائدة للناس أيضا أنت جهت لأصحاب المشاريع بحيث تدعمهم في مشاريعهم كل هذه الأمور شو السبب أنك أنت تدخل في هذه الأمور أو أنك تقدم المساعدة للغير شوفي دائما أنا أقولها وردة أكررها رب العالمين أنا مع الإنسان بالعقل وفي نفس الوقت سخر للمادة كيف يربط بينهم ويفيد المجتمع واللي حوالينا فأنا هذه فكرتي أنا دائما أحب أسوي الخير وأحب أرد شيء بسيط حق دولتنا يعني ممقصرة معانا في كل شيء أكيد طبعا إذا نتكلم عن وسائل التواصل الاجتماعي هي كثيرة لها إيجابيات أو لها سريبيات يعني إذا نتكلم عن اليوم نخص حلقة للسناب شات نرى أن الناس هذا البرنامج خذ منهم حيز كبير من حياتهم يعني سواء اللي يستخدمها في الإيجابية وفي ناس تستخدم حتى فوقات يعني في فوقات عائلية أو في جميع وقات حياتهم أنه ممكن يفتقد اللحظات الجميلة فقط أنه يضيحها أنه يصور هذه اللحظة بس هو ما عاش هذه اللحظة فسلبيات وإيجابيات للسناب شات على الأخ خالد كيف استفدت منها وهل هي فعلا أثرت فيك؟ شوفي بالنسبة للسلبيات والإيجابيات أنا أتكلم عن نفسي خلنا نبدأ في السلبيات الناس دائما تبدأ بالإيجابيات لا خلنا نبدأ أنا أختمها بالسلبيات لأن السلبيات دائما نحل سلبياتها تعرفين دائما في لها ضريبة الشهرة بالذات لها ضريبة شو ما سويت دائما الناس ينظروا لك شو ما تقدم هذه الضريبة اللي أيضا رح لتكلم فيها في مجال أيضا يعني حابة أيضا أطرق لها نزين هذه هي ثاني شيء إنها تأخذ وكتي وايد فيكون كل إنصبابي واهتمامي في الأسناب بالنسبة لي أنا وايد لأنني صرت مرتبط مع ناس يعني عندي التزامات فالناس تحدد أن خالد في اليوم الفلان ينتم حجوز حقنا في اليوم الفلان ينتم لا تكون موجود فصار عندي التزام وايد في هذه الأمور صارت ضغط علي فصارت عندي أمور خاصة أأجلها أجلها 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 مبقادر على حق عليها بعدتني شوي عن الأهل الأهل يعني يقولوا إحنا ما نشوفك وي أنا في البيت فهي فهي فهذه اللي نقول سلبيات سلبيات طبعا فيه سلبيات يعني لا تذكر لكن بسيطة أما الإيجابيات طبعا الاسناب قدم لي شيء أنا ما كنت أتوقع لهم كنت أنا يعني أكبر مثالا وين موجود إياكم قاعدني عندكم في التلفزيون صحيح هذه من الإيجابيات بالنسبة لي تعرفت على شخصيات ما كنت في يوم أتصور أني راح ألتقي فيها أو إلي سمعها أو يكون بيننا شغل أو يكون بيننا علاقة صداقة نعم الحمد لله دخلت مجال التمثيل من وراء الاسناب شات أيضا تكرمت في مصر وفي قطر وحاليا في مشاريع مستقبلية برع الدولة كلها من وراء الاسناب جميل يعني أنت أيضا يعني مش فقط يعني يعني مختصر نفسك في دولة لي مرات طلعتني الخليج أيضا راح تطلع لبرع الخليج أكيد هلأ طلعت حمد لله تم يعني أول شيء أول خروج لي برع الدولة كان في قطر كضيف شرف يا أبو خالد السناني وجويل يوم ما صالت وشفت جويل قلت لهم أنا وجويل فقلت لهم إنجاز يعني بالنسبة لي صحيح فحمد الله وحمد الله بعد تم استدعاي في مصر وتكريمي في مصر بعد طيب أن الشخص اللي يكرم هذا الشخص اللي يعطى هذا الاهتمام أكيد شخص مفيد وأثر في فئة معينة في المجتمع من خلال هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي أيضا نتكلم عن مجال التمثيل أتخذ في مجال التمثيل من خلف الاسناب شات يعني كيف شفت شخصية خالد الاسناني في التمثيل هل كنت تفكر يوم لأيام تكون ممثل؟ أبدا ما يعلموني طبعا نوجههم تحية طبعا المخرج والمنتج قالوا لي لا تذكر اسم الفيلم خلّه مفاجأة لجمهور يعني حتى ما يكون حصر إلى قناة الشرقية؟ والله أنا بالعكس أنا يعرفوني أنا من نوع اللي أقول كل شيء قالوا لي لا أخلّه مفاجأة فأنت رياها المفاجأة طبعا نوجههم تحية حابين الكاركتر والشخصيتي اللي نقدمها في الاسناب شات فالجماعة قالوا لي أنت لازم تمثل على الكاركتر والشخصيتي اللي تمثلها فبعد إصرار عجيب بعد إقناع قالوا على الأقل ولو دور بسيط فالجماعة عطونا دور بسيط بس أحساس أنه لديش هالعالم بس جد دخولي العالم حسيت بالمعاناة اللي يعانوها مش هدي بسيط لكن تم تصويره في أربع ساعات فما توقعت والله حسيتنا بالفعل في صعوبة في أنك توصل مشهد معين من خلال حتى الإيحاءات الكاريزمة لهذه الشخصية كاريزمة شكل التعبير الحركة كيف فبالنسبة لي قلت لهم والله الاسناب أريح اللي طبعا يسمونه هو الإعلام الحديث أني أوصل بطريقتي واسلوبة بعفويتك صحيح التمثيل ممكن توصل يعني فكرة معينة بطريقة معينة بكاريزمة معينة يعني أيضا في يمكن إيحاءات معينة صحيح شو أضاف لك التمثيل يعني أخارد وشو الصعوبات اللي واجهتها في هذا المجال والله تشوفي حاليا راح نترايه لين عرض الفيلم وعلى أساس راح يبين فبنأجلها لا بنشوف كيف أراء الناس هي اللي بتبين طبعا يعني هي أراء الناس والنقاد هو مجرد مشهد بسيط بس حابين يطلعوني الجماعة يعني نحن نقدر نقول أن السناب شات فتح لك مجالات أخرى منها اللي هي التمثيل عرض الأزياء أنك تكون شخصية يعني مؤثرة في المجتمع فهذه المجالات اللي انفتحت لك من خلف السناب شات اللي انت حدفته ورجعت أكيد شات كيف حدفته صحيح يعني هذه الإضافات بالنسبة لك أخ خالد شو تعني لك اليوم أنت كشخص مؤثر في المجتمع طبعا أشكر أول شيء الأهل الوالد والوالدة أنهم احتووني في الفترة اللي كنت أنا ضايع فيها والأخواني والناس اللي حولوني بالعكس أنهم أيضا يعني خلال الفترة في البداية كانوا مش متقبلين الفكرة بعدين ردوا دعموني فحمد الله أشكر رب العالمين على هذه النعمة وأتمنى أن كل شخص أو كل إنسان يستخدم هذه المادة يفكر أن حاليا السناب شات موجود أيضا في أياضي الأطفال فيحاول أن يوصلهم رسالة أو شيء مفيد يستفيدهم أيضا أخ خالد لك كلمة مميزة في السناب شات وهي مراحب 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 حتى أنك حطنها يعني في بداية السناب شات أو كل ما يدخل على الملف الشخصي لأخ خالد صحيح هي لزمة خالد السناني هي بصمة بصمة حتى يعني جريدة الاتحاد كتبوا عنها كتبوا عن أشهر الكلمات التي في التواصل الاجتماعي في بداية انطلاقتي في خيمة سكاي نيوز عربية فكن دائما يوميين أحد من الشباب المشاهير هاي المعلاميين الفنانين فكان اليوم استقبلها كانت تطلع مني عفوية مراحب مراحب مرة ثنتين ثلاثة فالجماعة اللي تموا يتابعوني فكانوا يكلموني عن الخاص فبدوا معاي مراحب 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 صارت بصمة مميزة حي فمن يومها مراحب 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 طبعا نحن اليوم سعيدين تواجدت معنا نتمنى لك التوفيق في هذا المجال الذي بالفعل هو برنامج بسيط لكن فتح أفاق مميزة في هذه الشخصية شخصية خالد السناني اليوم سعيدين تواجده معنا في أمسيت حديث المساء شكرا لك طبعا مشاهدينا لكن بعد هذه الفقرة وصلنا معاكم لنهاية برنامجنا وأمسيتنا لهذا اليوم متابعين الأعزاء من أجل أحلامك الجميلة كن مردا كن بشوشا كن إيجابيا ومتفائلا كن واثقا من أن الله يكلفك كل ما هو في وسعك وقدرتك لذلك مشاهدينا كن كفاءا وأكثر قوة من أجلك ومن أجل أحلامك نجدكم إن شاء الله ومشاهدينا في الحلقة القادمة فكونوا على الموعد مع السلامة اشتركوا في القناة